اشتركوا في القناة على اطفالنا ودائما منحب ان يكونوا بحماية عالية ولكن هذا القلق والخوف انت بصير زايد عن الطبيعة وبأثر عن نفسية الام والطفل جيد دائما منحكي عن الحماية الزائدة انها مشكلة لانه الحماية الزائدة فيها تأثير على حياة الطفل سلبا بشكل اساسي الطفل هو اللي بتأثر في الحماية الزائدة ليه؟ تخيلي طفل ما عنده تجارب اخناءات تخيلي طفل ما جرب يروح لحديقة ويتوسخ تخيلي طفل ما جرب انه يتصاوب يقع ويجرب الألم هل نقدر نتخيل هيك طفل؟ هيكون حياته كتير صعبة كتير صعبة لانه ما صار عنده تجارب مشكلة الحماية الزائدة انها بتأثر على الآخر اولا خلان نحكي هيك على الطفل اللي نقدم له احنا الرعاية منمنع الحصول على الخبرات في الحياة والتجارب اللي هي كمان جزء منها تجارب صعبة وكمان ممكن يمنعهم من تجارب الحلوة يعني الامهات اللي عندهم حماية زائدة وقلق زائد ممكن يمنعوا اطفالهم من يروحوا رحل صح ونشوف هذا الحكي كتير مفيش يطلع رحلة مفي روح الحديقة مع الأولاد اللي لعب لكن دكتور ما بتعتقد انه في مراحل عمرية الطفل فعلا غير مهيئ انه يطلع هيك أماكن هل بنا نعرف المرحل العمرية واشي النشاطات المنطقية متى بيكون خوف الزائد بمكانه ومتى بيكون لأمانه مبرر أكيد في المراحل المبكرة عمر الطفل بيكون لسه ما عنده خبرة مش ومش مصبوط طريقته للتناول الطعام ايش الأشياء الممكن يمسكها أكيد ما نكون فيه رقابة دائمة حتى ما يتحول الموضوع للعكس وهو الإهمال نحن لا بدنا يكون فيه إهمال ولكن نحن نتكلم هون ممكن مركزين على الحماية الزائدة وكلنا بنعرف انه بطبيعة الإنسان بطبيعة الأم انها بتقدم الرعاية وما بتهمي الأطفالها لكن الأم نفسها بتيجي مرات بتقول أنا قاعدة بفكر 24 ساعة بأنه ممكن ابني يكون اتعرض للشيء لو طلع يلعب خمس دقايق عشر دقايق بكون قاعدة براقبه وبفكر فيه هون بتبلش الأعراض عنا كثرة مراقبة الطفل عدم تركه لوحده نهائيا وضع كتير من القواعد إنه وين يروحوا وين يجوا كيف يتصرف كمان التحكم بطريقته هو يعني لو كان بيلعب بالتراب بالحديقة لا ممنوع تلعب بالتراب طيب شو راح يعمل بالحديقة؟ هل ممكن استمر خوف الأم على أطفاله حتى بعد ما يكبروا؟ للأسف آه للأسف إنه ممكن يصبح سلوك سلبي جدا الطفل نفسه يتقمص هذا السلوك وطبعا وقته حنشوف شخصية اتكانية حنشوف شخصية مترددة حنشوف مشكلة بالثقة بالنفس حنشوف طريقة الكلام ممكن يكون فيها مشكلة أحيانا في تأتأة أحيانا فيه كلمات أقرب للطفولة منها للموج ونعم ممكن الشي يستمر لسنوات طويلة وممكن الأم أو الأب حتى الحماية الزائدة مش فقط ترام قبل الأم كمان الأب ممكن يسوي عنده هيك شي ممكن حتى في المستقبل يضل الحماية موجودة ويشعر الأب أو الأم بأنه هو قاعد بيعمل شيء كتير كبير فعليا هو للأسف يعني أخرج إنسان المجتمع في عنده ضعف شخصية في عنده قلة ثقة بنفسه بحجة أنه أنا كنت بدي أحميه وحجة أني أنا بحبه خلينا نحكي عن الأم اللي ولدت جديد وطفلة رضيع بين إيريا وعندها خوف زائد يعني أنا سمعت مرة بأحد الجلسات الحوارية مع النساء أنه هي غير قادرة على النوم لأنه خاثة أنه طفلة ما يتنفس فهل هي هي مشكلة كآبة ما بعد الولادة أم هي فعلا مشكلة حماية وسواس هلأ أظن إنه هاي ست بحاجة لمراجعة أخ الصي أو طبيب نفسي لأنه احتمال المواقع العصبية بالجسن أكيد للمرأة بعد الولادة بتتغيب بصرفيهن الأخبطة فممكن يحصل الاكتئاب مع بعض الولادة وممكن يحصل بعض الأفكار الوسواسية اللي هي زي وسواس القهري موضوع إنه بدا تشيك عليه كل شوي إنه اللي بتنفس أو لا هاي قد تكون فكرة وسواسية بحاجة لفحص وممكن تتطور لأشياء تانية يعني من تنفس لأشياء أخرى إنه يوقع أو إذا حدا مسكه أو بتصير تتخيل نفسها هي قاعدة بتدبه أو بترميه من مكان هاي بعض الأفكار المزعجة اللي بتصير عند بعض النساء فنعم ممكن تكون هاي فكرة مرضية هل ممكن تتطول؟ للأسف مرات بتاخد أسابيع بترهقها هي نفسيا هل ممكن تتحول لحماية زائدة؟ يعني ممكن يكون في لنك بين الوساوس وبين الحماية الزائدة إلى حد ما بنقدر نفهمه بس بحاجة لفحص ممكن بالله هل بتعتقد هاد الاضطراب النفسي ممكن ينتقل للطفلة بعد ما تكبر وتصبح أم تعامل أطفاله بنفس الطريقة اللي إما كانت تتعاملها فيها؟ ممكن جدا أنا إلا ما يكون الطفل أو الطفلة شاف النموذج اللي أمامه الأم أو الأب شافوا بحماية زائدة أو شافوا عصبي أو شافوا حدا كتير منظم احتمال كبير أنه ينمدج أو يتقمص هذا السلوك هذا الشيء طبيعي جدا إلا إذا صار فيه توعي على الموضوع إلا إذا صار فيه أنه فيه طفل متمرد بطبيعته وهذا كيف بده يتمشي معه بحماية زائدة؟ صح إذا طفل متمرد رح يكون دائما في صدام مع والده أو مع والدته صح فاحتمال أنه يرفض تماما هذا السلوك لكن هل ممكن بالمستقبل يكرر نفس السلوك مع أولاده؟ ممكن الموضوع هو يعني غير إرادي كيف ممكن المرأة تتحكم فيه؟ أو الأب خلينا نقول أولا الوعي التوعية يعني أكيد الأب أو الأم اللي بيشعر أنه هو يضيق الخناق على ابنه أو ابنته أكيد هو في جزء منه يحس لما يمنعه من الرحلات زي ما قلنا يمنعه من بعض المغامرات أو بعض النشاطات ويشوف أنه والولاد بيجي بقوله بابا طيب كل الناس عادين بيروحوا هاي الرحلة كل الناس عادين بيطلعوا ليش أنا الوحيدي اللي ما بطلع؟ وهذا الحكي منطقي طيب أعطيه مبرر فإذا كان أنا خايف عليك مثلا بخاف تغرأ إذا كتبحت تسبح طيب كيف يتعلم النعوم؟ بعض الناس عندهم نظرة تشاؤمية للأمور أو سمعوا تجارب سابقة سلبية فبيحبوا يتلافوا هذا الموضوع وهي حقيقة يعني أنا أذكر في عائلة كان فعليا حصل عندهم للأسف حادثة غرط ابنهم غرقوا توفى وهو طفل فطبعا تعاملوا مع باقي أطفالهم بطريقة جدا فيها حماية زائدة ما أحدا منهم بقرب على الموية لا المتجربة سابقة سيئة جدا مفهومة عاطفية نقدر نستوعبها ولكن هل هذا تصرف صحيح؟ لا أظن قدر الله كان فيه قدره مكتوب لكن شعورهم بالذنب تجاه أول طفل خلاهم دائما حريصين أن يبعدوا أولادهم عن مصدر الخطر وهذا الشيء يعني فيه مبالغة لأنه أصبح تحول لحماية زائدة مرضية طب كيف ممكن يكون العلاج أو كيف ممكن تخفف من حدة هاي الحماية؟ الآن في العلاج السلوكي المعرفي أولا بننتكلم عن ما حصل في التجربة الأولى ونفهم بالضبط في مشاعرهم شو الرواسب اللي عندهم أكيد في مفاهيم دينية وإيمانية كتير نستعملها عشان نؤمن بالقضاء والقدر زائد أنه بنفاهم أن هاي حياة ناس تانين أنتوا عدين بتأثر عليهم عشان تجربة اسمعتوها أو مريتوا فيها لكل إنسان الحق أنه يخوا التجارب وأنه يكون عنده هو حصيلته هالخبرات الحياتية اللي بمر فيها ويعرف هو يميز من الخير أو الشر أو الصح أو الخطأ أو يسوي أو ما يسوي كيف منعلم الطفل أن النار بتحرق؟ لازم يجرب يعني ما هو بدي يقرب بدي يشوف لحد ما مرة نقول له اوه شوف يشرب الحرارة حي أو في شيء يكون مؤدي لإله لازم مرات إنسان في تجربة بس ما تكون صدمة يعني ما نحرق إيده بس برضو حرصهم عليه هو اللي بخليهم يعملوا هيك إسمعنا مرة عن حدا رمى ابنه في البركة السباحة بديوا يكون جريء بديوا يعلموا وللأسف غريء طب إيش اللي حصلهم في شيء غلط حصل أكيد مش صح كان لازم يتخذ الإجراءات فالنقاش الأفكار الغير عقلانية إحنا نسميها وضع برنامج تجربة في الحماية الزائدة بنبدأ ننخفف يعني يعني أنا مرة أطلب من الأمهات اللي كتير حريصين على أولادهم وما بطلعوهم مثلا بخافوا عليهم وخايفين ينخطفوا وخايفين حدا يتحرش فيه وخايفين خايفين بنبدأ نعمل برنامج إنه خلي ينزل بمكان يروح الدكان ونكوني أنت مثلا على باب العمارة أو شاكتين مكان بعيد ونبدأ نعمل علاج بالتعريض أو بالتدريج شوية شوية حتى نعطي الطفل مساحة ونعطي الأم اختبار لشعورها ومنعمل مثل تلخيص إيش اللي حسيته أنت يا ولد أو يا بنيت لما رحت الدكان اللي واشتريت لوحدك أدي كنت مرتاح أو سعيد أو التجربة كانت جيدة وإيش اللي حستي أنت الأم يمكن تبكي يمكن تقول إنه والله حسيت أنه يعني رح يصير فيه إشي فمنيجي بنقولها هاي ورجع وكان مبسوط أدي أنت مبسوطة إنه مبسوط فهي التجربة بتعلمها إنه تعطي المسافة والمساحة الفاصة فيه جدا سعادت بلقاءك بتمنى لك كل التوفيق والحديث كان جدا ممتع أكيد بتشرفونا دائما أهلا فيك نورتنا متابعينا خليكم مكملين معنا رح نروح لفقرة ابنك تربيته